كنت مشهور في الجامعة اللي يشوفوك في الجامعة وانا طبعا عارفة وعارف زميلك كلهم في الجامعة ان مصطفى ماشي على طول بالجيتار يعني اللي يشوف جيتار يعني ده مصطفى امر يا جماعة انا عايزك تتخيل حاجة احنا دوقتي لما بنحكي مش شايفين الصورة انا هقولك ارجعي بعنيكي لورا مش كل الجيل طبعا هيقدر يوصل للحتة دي انما الجيل القريب رجعي لورا وفتكري كده شكل مصر واسكندرية في التمانينات وفي السبعينات كتعاملة ازاي؟ كتحس الحقيقة بيد وسود صح؟ كان صعب جدا طبعا ما فيش لا كمبيوتر ولا موبايل ولا فيه وهم محطتين تلفزيون اللي كان لما كنا نلاقي واحد بيعزف جيتار ما كناش نشوفه في الشارع انا كنا نشوف عمر خرشت في التلفزيون بس الوحيد مزبوط وما تعرفش تقابله لأ ما تعرفش تقابله انت هتشوفه فين انت بتشوفه على التلفزيون بس والجتار ده بالنسبال لنا قالها ايه الرقية ده؟ ايه اللي قالها الجميلة؟ ايه الصوت الحناين ده؟ لما انت تخيل لي بقى ان فيه واحد مجنون طلع من سنوية عامة نزل في الشارع ماسك الجتار بتاعه داخل بيه الجامعة ده حدث غريب؟ ايوة لا ومتجيش فكر اي حد وما تلاقي واحد عارفة كانها حاجة مجنونة اه ما كانوا زمايلك في الجامعة دول اصحابي كانوا يقولون يقولوا مصطفى امر عندنا واحد في الجامعة مسك جتار ومشي بيه في الجامعة وبيعض يأزف وإحنا بنعض يعني انا كنت بسمع عنك قبل انت بتبقى مصطفى امر ايوة انا فاكر طبعا اه طبعا مستغربين اه طبعا ويمكن ده كان اللي مميزك يعني وانت في الجامعة كنت مميز قبل ما تغني مظبوط مظبوط طبعا ان انا وقتها كمان عايز اقولك ان انا حبيت فجأة اعمل الموضوع على بعضه يلا انت ايه راك انت بتكتب انا مش عارف ايه انت صاح انت عانت صاحب مش عارف ايه سامح العجمي كتباليتنا من الجامعة بيكتب شعر حاجات كده الله يرحمه كان جميل طبعا وريده زايد بقى ربنا دول الصحة موجود واشهر في صرخوجلي برضو ومعايا هم موجودين اخد بالك دول اصدقائي ايه تعالوا انت بتكتب وانت بتلحن بتيجو ان نعمل مجموعة اغاني خلص نروح لبيت شاي ونتغدى ونكتب اغاني نكتب البيانولة